اشتركوا في القناة طيب الحمد لله يعني احنا بنتكلم في البيس خلينا بقى ننخش شوية بالتفصيل عن قصة الحرق المصطلح ده كلنا بنسمعه تمام عايزين لأول نعرف يعنيه حرق تمام وناخد على طول أسباب ضعف الحرق تمام أنا هشبه الموضوع كأن حالة بالزبط ده خلالي وبتسأل هي دايما أغلب الحالات بتخش تسأل أنا يا دكتور بعمل رجيم ودخسش أنا حرق ضعيف اه منتشر جدا دي اقولها اه انت حرق ضعيف طيب هو انت تعرفي عن ايه حرق أصلا تقول لي لأ حلو والله طيب احنا دلوقتي لو عملنا رجيم بس الجسم بعد أول أسبوع هو أول أسبوع بس ممكن الجسم يتخدع وينزل بضاية بس من تاني أسبوع بيبدأ يخش في حالة اسمها ستارفاشن أنا شو أعتقد كمان الأسبوع الأولية سوال بتنزل بس بيبقى مية أغلبه اه بيقى أغلبه مية نتيجة تقليلنا شويات مرة واحدة اخوة السكرياء نبدأ نخش الأسبوع التاني يبدأ الجسم يحس بحالة ستارفاشن ايه بحالة ستارفاشن انه انت مش عامل رجيم انت عامل مجاعة في مجاعة اه فربنا خالف جسمنا كيميا اسمع كيميا ستارفاشن بتقدر تتعامل مع الموضوع دوت بحيث انها تبطأ الحرق تمام تمام بحيث ان الانسان يقدر لو تعرر لمجاعة زي اخواتنا مثلا اللي في اليمن زي اخواتنا اللي في سوريا بيتعرضوا المجاعة بيقعدوا بالفترات طويلة مفيش أكل فايه اللي بيزود الحرق ان احنا نتحرك هو دلوقتي الفترة يعني اذا احنا من الحرق لان الجسم دخل على قصة المجاعة فبيقلل الحرق بيحافظ على مكوناته لازم نكسر الحلقة دي تمام وإلا هي هتقعد تقلل في أكل والجسم يقلل في حرق ومفيش نزود تمام هو أول أسبوع بس تمام فلازم نعرف هو ايه ايه اللي بيحرق الدهون اللي بيحرق الدهون هو الحرق العضلات بص المحركة للجسم حيل تمام 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 فاحنا لما الانسان بيبدأ يمشي يتحرك يبدأ يحرق دهون انت قصة حاجة دلوقتي بتتكلم بقى هنخش على حتة الرياضة لو تبتكر احنا مثلس مثلس التغذية ايوه نتكلم عن الرياضة في الحتة التانية ايوه انا ممكن تطلب منك طلب تمام انا عايز طلبين يقال له التكيف وانت تيفيه في التليفون صباح نرجع تاني يا عبال بس في الدكتور وليدية في التليفون المثلس الغذاء هنخش في الرياضة عشان كده دايما بنتكلم ان المثلس عبارة عن تغذية وبنتكلم على الرياضة وبنتكلم على دواء الدواء حتى ما نلجأش للدواء في قصة الحرق الدواء ده اخر حاجة نلجأ لها احنا نوقتي تكلمنا عن التغذية وهذه تكلمنا عن الرياضة دكتور وليد بس فهو الحرق احنا نوقتي زودنا الرياضة اه ليه بقى لان الجسم مضطر انه هو يقلل الحرق عشان انت قللت الاتل فانت هتضطر ويحرق تمام طيب ايه اللي بيحرق الدون في جسم الانسان تمام العضلات المحركة للجسم بس المثلس المثلس دلوقتي هيتعرض دلوقتي انت بطر من الغذاء ومن الرياضة بالضبط تمام بالضبط هاي الفيزيكال اكتيفتي انشاط الحركي تمام العضلات المحركة للجسم فلو انسان عامل رجيم من غير ما يمارس اي انشاطة رياضية ولا اي حالة هينزل اول اسبوع فقط وبعد كده مش هينزل تاني او هينزل ببطء شديد جدا والادوية مش هتسعف في الموضوع ده وقت تمام تمام فاحنا بنحاول نفهمهم القصة ديات ونبدأ نقولهم ان فيه يا جماعة بس مش اي مش اي رياضة يعني مثلا ما جليش واحدة مليانة او القلاصات اللي بتتعامل وكده مش لكل الاوزان بص انا ليه وجهة نظر في موضوع الرياضة ده تمام موضوع الرياضة ده لو مثلا انت قاعد في البيت تمام تمام وممتعملش رياضة تمام وحد جي عامل رجيم اول اسبوع نزل بس بعد كده ما ينزلش اه يمارس الرياضة خفيفة حتى لو هيمسك مخدات اي حاجة بسه يعني نجر رجله في الرياضة لانه بعد كده هنطور او هندي جرعات اكتر من الرياضة كلامك سليم تمام حتى وان بعض الحالات اللي هي كبيرة في السن بتقدرش تمشي عندهم قسط يعني ركبهم فيها قشونة شديدة تمام بتقدرش تمشي تمام ولا طب حرك الجزء العلوي من الجسم تمام ابدأي لو بتمشي حتى ماشي خفيف في صالة البيت روحي وتيجي تروحي وتيجي تروحي وتيجي لانك لو اعتمدت على الرجيم الواحده مش هيكفي الرجيم الواحده لا يكفي اذا انت عايز تقولي ان اول خطوة في الزنا زود الحر نلعب رياضة تمام امارس النشاط الرياضة مش 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 يعني حتى انه نقدر عمله كل واحد على اجل هو وزنه كام وعايز يوصل لكام وسنه كام ايه حاجات تاني قليات ممكن نزود بيها الحر طبعا الرياضة والايروبيكس بقى والتمارين الرياضية كل دقيقة قطعت ننتقل الرياضة اه انما احنا بنفضل المشي احنا كاخصائين بنفضل المشي انت الحالة بتبقى جيالك تقينة تقيلة فطبعا لو هي على عملت اي رياضة تبقى تقيلة على ركابها تعمل لك شونة زيادة تمام اه ظهرها ممكن يحصل له تفتت في الفقرات فانت بتشوف كل واحدة على قد هي وزنها قد ايه بصدر دكتور انت بنسبة السمنة هي يعني انت لما تروح للدكتور أفو ويسألك على السمنة اه دكتور ألبي يسألك على السمنة 42 مشكلة صحية وبدنية بتحصل بسبب السمنة طب حقيقة قلت المشي ايه لانه اسهل حاجة حلو قوي هل المشي ده يفضل الصبح ولا بالليل او ده يخدني أسألك السؤال بشكل مختلف تمام هل الحرق بيزيد الصبح ولا بالليل الحرق حرقين حرق البيزيك اللي هو البيزي الميتابوليك ريت تمام ده اللي بيزيد الصبح وبيقل بالليل حاجة طبيعية من عند ربنا حلو صبح ناشطين وبالليل ننام حلو ده عادي أما الحرق المبني على الحركة ده ثابت في كل الأحوال يعني إذا نمش في أي وقت في أي وقت حيل أشكرك المعلومة بس في نقطة بقى امشي قد إيه تمام ففي تعريف للمشي المؤثر في الوزن تمام المشي المؤثر في الوزن عشان يبقى المشي فعلا مؤثر في الوزن لا يقل عن 300 دقيقة في الأسبوع مقسمة على 6 أيام ويوم ثابت راحة تمام تمام هنقسم 300 على 6 بخمسين خمسين ده الحد الأدنى الحد الأدنى المؤثر في الوزن ممكن نضيف لحقيقة حاجة تقدر إحنا النهاردة حد ما نمشيش خالص ما نفعش أقوله إيه نمشي للخمسين دقيقة بالظبط عشر دقيق اخت ساعة ربع ساعة كلام حضرتك مزبوط لذلك أنا ببدأ معهم برضو زي ما أنت بتقول كده بالظبط تقول لي أنا مش هقدر أقول لها طيب ماشي نبدأ بربع ساعة تقدري ربع ساعة أقدر ربع ساعة خلص ماشي نبدأ لي مش ربع ساعة لا أسبوع أسبوعين نطلع لتلت ساعة أسبوع أسبوعين نطلع لزول لحد ما نوصل للخمسين ديئة تمام فهو ده المطلوب صح يعني كلامك كلام حضرتك في مكانه هيا شكرا فأدي إيه فكرة إن هي لازم تبقى فيه توازن ما بين الدايت والضلع التاني من المثلث اللي هو أما الأدوية هي بتساعد في الحرب بس بطرق ضعيفة جدا يعني لا تقصد يعني مثلا لك أن تتخيل إن الدواء اللي تلغى من حوالي عشر سنين كان أنجح دواء لمدة خمسة واشر سنة متتالية كانت عملها شركة أبوت السيبوترامين تخيل هو بيحرق دهون إزاي بيزود بيزود ضربات القلب لأن القلب مصر القلب عضلة عضلة قوية جدا وتستهلك طاقة هائلة هو بيزود ضربات القلب وبالتالي بيرفع الضغط وهو اتمنع عشان الحكاية دي لأنه رفع ضغط الناس كتير وجاب له الجلطات وكده اتمنع من الدنيا تمام فالقصد إن الأدوية حاجة من اتنين إما هتزود ضربات القلب تمام يا إما مش هتحمل حاجة خلينا بس أننا مكتبش عن الدواء أخوة أنا الدواء في الرجيم أنا لا أقتنع بيه خلينا إحنا دلوقتي اتفاقنا هندي نظام مزايا و هنزود رياضة بيزود صفت كده حلوة أنا كنت بعاني من شوية من أنت كيف سائع علي ده يخلينا أسألك سؤال هو الحرق بيزيد في الصيف ولا في الشتاء أكتر لا بيزيد في الشتاء أكتر حلو عشان الجسم بيستهلك طاقة إنه يدفي نفسه حلوة أول بس طبعا أنت برضو ما هو الحرق المزيز في الشتاء و قصات كده الشهاية بتتفتح فبنقول لهم لا تبسيكوا نفسوك الله ينور عليك باز طيب إحنا كنا نتكلم مع الناس الكبيرة في علاقة ما بين السن وحرق الدهول والله طبعا دي حاجة أكيدة إن بعد سن الأربعين بالنسبة للراجل والست بس الست أكتر شوية بيبدأ يقل الحرق كل عشر سنين بيقل عشرة في المية بعد الأربعين إحنا بص معنا ثلاث دقائق و معي أربعة سئلة هستطيعونك في السريع لإحنا بتجيني بتاعتهم بيس أو نوع إحنا خلاص تفقنا على لغة الرجالة بحرق دون إن الرجالة بيزود الحرق تمام هل الحرق بزيد في رجالة أكتر أو في ستات؟ الرجالة طبعا ثلاث أضعاف الستات الحرق في رجالة ثلاث أضعاف الستات أول أندروجين كده الهرمون الزكري حرقه ثلاث أضعاف الهرمون يبقى بالتالي يبقى نفوض الستات تلعب رجالة أكتر من رجالة عشان نزعود الحرق مش تلعب أكتر ما هي بتاكل أقل نحن لما نيجي نفصل برنامج الغذائي بنده للراجل سعرات أكتر من السعرات الست أي تمام طيب إحنا كنا نتكلم في الفخرة الأونية عن الأدمان هل الحالة النفسية لها تأثير في حرق الدون؟ طبعا بمعنى؟ بمعنى أن الستات بينقسموا إلى قسمين 90% منهم لما بيجي لهم اكتئاب أو ضغط نفسي بيلجأوا للأكل كنوع من البحث عن المتعة في أي شيء هي مكبوتة تعبانة فتشوف حبيبها مين بقى الأكل الأكل تاكل وتعمل حلويات تاكل بغزارة تمام؟ دول 90% العشرة في المية اللي هو بيعودهم نحيف دول ما أول ما بيكتئبوا نفسيا ما يأكلوش خالص ممكن توصل لمرحلة أنها توصل 45 كيلو أقل كمان توصل لقرب الهيكل العظم إذا الحالة النفسية بتأصل في حرق الدونوك بطريقة غير مباشرة أيوة طبعا الحالة النفسية بتأصل 90% من الناس بتلجأ للأكل تمام فبالتالي تزيد بالزبط الحالة النفسية بتيجي نتيجة عكسية ل10% تانية بيبقى نفسهم مش بتقل جدا بتقل هايل هايل على رأسهم الزنجبيل ده سبت علميا تمام تمام وفيه القرفة وفيه الشاي الأخدر وفي الأهوى الخضرة الأهوى الخضرة دي رائعة جدا الأهوى الخضرة الأهوى الخضرة تمام مركزة جدا بتبقى شتحرق داخلت نار فتبقى مركزة جدا تمام كفاية دول الزنجبيل القرفة الأهوى الخضرة الشاي الأخدر هل هي الشاي العادي والقهوة بتأصل في حاملة حق؟ ويكمون واللمون دعم الشاي الأخضر بيزود بيليه تأسير في عمالة الحق بيزود الحق بنسبة بسيطة يعني أنا عايز أقول إن إحنا نحاول نغير عاداتنا بذلك ما ألجع للشاي الأهوة تماما ممكن أن ألجع للشاي الأخضر الشاي الأخضر مفيد جدا والزنجبيل الشاي الزنجبيل ده شيء رهيب يقوي المناعة وبيزود القدرات الصحية وكل شيء تمام منتاز يعني أنا عايز أقول لك المفاجأة أن أنا خسيت بعد ما تكلمت معي دكتور وليدي سوزدان أحب أشكرك بنامي على السيد المشاهدين شرفتين وإن شاء الله تعالى لنا حلقة كتيرة بقى نتكلم بالتفصيل على أنظام الأغذية وزي نعمل نظام غذائي لأننا نحن نفتقد الثقافة الغذائية بالضبط خلصة الفقرة الثانية خلنا بقى نستعد للفقرة الثالثة الفقرة اللي أنا بيستنيها كل أسبوعين مشاجبات عادل وعلاق نشوف القصة المشاجبات التي تبدين على فين بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشنة الرجبة عندك مشاكل في العظم بيكساش جل أول منتج متخصص لجميع ألام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بيكساش جل مش جل واحد لا ده اثنين واحد نهاري باللون الزرع علشان لو بتعاني من الألام وواجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة عملي شغل البيت والتاني لي أحمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بيكساش جل حصل على تصريح وزارة الصحة بيكساش جل النهاردة مستحضر مكاول من أعشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة على صورة البام مستحضر بنتخدمه صباحا بنتخدمه مسائل نصيحة مني بيكساش جل هو رخم واحد في كل الألام المتسمية بيكساش جل والأول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بيكساش جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بيكساش جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية أحصل على خصم 20%